اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أمين الوزان يبلغ الاتحاد المغربي بقراره الأخير حول تمثيل أصود الأطلس يعتبر مهاجم نادي جانجونا الفرنسي أمين الوزان من اللاعبين المتألقين في بطولة الدورة الفرنسية في درجته الثانية فصاحب الاثنين والعشرين سنة والمنحدر من أبي مغربي رؤم جزائرية تطور مستوه الفني والبدني في الآونة الأخيرة ليصبح واحدا من اللاعبين الذين يتابعهم المدير الفني لمنتخب أصود الأطلس وليد راقراجي بعدما سبق له قيادة المنتخب المغربي تحت الثلاثة والعشرين سنة للتأهل إلى أولمبياد باريس الفين واربعة وعشرين وفي ذلك الجدل الذي انتشر مؤخرا في المغرب حول إمكانية عدل المهاجم أمين الوزاني واختياره اللاعب للمنتخب الجزائري الأول على حساب المنتخب المغربي مثل ما فعل قبله نجم ميلان الحالي اسماعيل بناصر المنحدر كذلك من أب مغربي وأم جزائريتنا وضع اللاعب الوزاني حد لكل الأقاويل بعدما وشه رسالة إلى مسؤول الاتحاد المغربي لكرة القدم أخبرهم من خلالها بأنه يريد مواصلة مشواره مع المنتخب المغربي وفي هذا الإطار ذكر موقع العربي الجديد حصل على معلومات من مقارب من اللاعب أمين الوزاني أكد من خلالها أن مسؤول من الاتحاد الجزائري لكرة القدم عرض عليه قبل أشهر إمكانية الانضمام للصفوف المنتخب الجزائري قبل أن يخبره اللاعب بأنه يركز على مسيرته مع المنتخب المغربي الأولمبي ويطمح لدخول تشكيلة منتخب أصود الأطلس يذكر أن اللاعب أمين الوزاني يتألق بشكل لافت مع فريقه غانغون هذا الموسم ما يجعله من أفضل اللاعبين في الدوري عاجل برشلون يتابع نجم المنتخب المغربي الأولمبي ويقرر ضمه إلى الفريق الأول يتابع نادي برشلون اللاعب المغربي شهد رياض المعارل في فريق ريال بيتس بهدف استعادته مستقبلا وأكد بويان كريكتش المنسق العام في برشلون في تصريحات صحفية أن الفريق يتبع جميع معاريها وتبع شخصيا أخر مباريتهم في مختلف الدوريات بهدف تقييم الأداء العام قبل رفع التقرار النهائية لإدارة النادي بهدف استعادة أبرزهم وتحدث كريكتش عن شهد رياض الذي لعب أكثر من المتوقع في ريال بيتس هذا الموسم حيث عن فريقه من نقص في خيارة المدافعين بسبب الإصابات والبيع المتأخير للويز فليبي وقال النجم الفريق الكتالوني حالته مختلفة كثيرا عن البقية لكننا نرقبه أيضا لقد كان جزءا مهما من أحد الفرق التي تعتبر الأفضل في الدور الإسباني وهذا جعل تطوره واضحا بالفعل تجدر الإشارة لأن الدولية المغربية شهد رياض كان قد وقع خلال الملكة الصيف الماضية في كشفات بيتس قادما من برشلون على سبيل الإعارة لموسم واحد مع حقية الشراء تيسودالي جاهز لتدارك ما فاتني مع المنتخب المغربي وأشكر ريقراجي الذي استعادني كثيرا كشف الدول والمغربي طريق تيسودالي لعب جنة البلجيكي عن معاناته مع غيبه الطويل عن الملعب جراء تعرضه لإصابة بقطع في رباط الصليبي بعدة عن مونديا القطر في عام 2022 مؤكدا أنه عانى كثيرا قبل أن يستعيد حسه التهديف مجددا وقال طريق تيسودالي في تصرع سعفي إيماني بالله والرضى بقدره كان سلاحي في تلك الفترة الصعبة كنت محظوظا بمحيطي في أسرتي وفي النادي وكذلك أصدقاء الذين ضلوا بجانبي طالة الوقت وأضف لم تكن مهمتي سهلة إطلاقا كنت أتقدم ببطء ألعب بشكل متقطع وأتدرب جيدا عودتي للتشكلة الرصبية لجنة لم تكن هينة اليوم أشعر بنفسي جاهزة لتدارك ما فاتني مع المنتخب المغربي وأكمل سعيد باستعادة مستوى بعد مدة طويلة أشكر وليد رقراجي الذي استدعاني في فترة كنت فيها غير جاهز تماما للمنافسة إنه شخص رائع كنت في حاجة مستة للعودة إلى المنتخب المغربي من النحية الدهنية واختسم حديثها كانت الفرصة مواتية ليل الوقف عن كتب على الأجواء الجميلة التي أصبحت تسود معسكرة الأسود في عهد رقراجي نشتغل كأسرة واحدة ويساعد بعضنا بعضا ويشار إلى أن طارق تسوداليس سجل تسعة أهداف في أربع مباريات رفق تجنة البلجيكي في جميع المصابقة المحلية والقارية فليب تروسي تلات منتخبات الأوفر حضة للتتوجب كأس أفريقيا للأمم 2023 كشف المدرب الفرنسي فليب تروسي عن المنتخبات المرشحة بقوة لتتوجب لقب كأس أمم أفريقيا 2023 التي ستجرب الكوديفور خلال الفترة ما بين الرابع عشر من يناير والحادي عشر من فبراير المقبلين وذكرت روسيا أن منتخبات السنغال والمغرب والكوديفور هي الأوفر حضة للفوز باللقب وذلك للأسباب التالية وقال الإمكانية العالية التي يتمتع بها المنتخبات السنغال والمغربية إضافة إلى دعم جماهر الكبير للمنتخب الإفواري والذي سيكون حاضرا بقوة في البطولة التي ستقام على أرضها ودفت روسيا أن منتخب تونس أيضا من الممكن أن يصل إلى دور متقدم في البطولة وذلك لخبرته وإمكانته الفنية يشار إلى ذا المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة السادسة من كأس أفريقيا إلى جانب كوليمين تنزانيا والكونغو الدموقراطية وزامبيا مركز الوسط يشكل صداع لوليد راقراجي بعد أزمة الإصابات يكشف مدرب المنتخب المغربي وليد راقراجي الخميس القادم عن القائمة المستدعات لخوض المعسكر التدريب المغلق في مركز محمد السادس فارباط تحذيرا لمباراة أريتيريا وتنزانيا في إطار الجولتين الأولى والثانية من تصفية الأفراقي المؤهل إلى نهائية بطولة كأس العالم وبت من شبه المؤكد أن قائمة منتخب أصود الأطلس تشهد بعض التعديلات نظر الاحتمال غياب أسماء بارزة عن المعسكر التدريب القادم بالسبب الإصابات وأيضا بالسبب تعديل برنامج التدريبات والسيامة في حال تأكد رسميا اعتدار منتخب أريتيريا عن مواجهة المنتخب المغربي في السادس عشر من نومبر لحساب الجولة الأولى من التصفية نفسها وذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على معلومات حصرية تؤكد أن مركز الوسط يشكل صداع للمدرب وليد راقراجي قبل الكشف عن القائمة النهائية جراء تعرض أبرز اللاعبين الذين يشغلون المركز نفسه بمنتخب أصود الأطلس للإصابات من أبرزهم عزد أناحي وسلم أملح وأسما العزوزي وتفيد هذه المعلومات بأن المدرب راقراجي يفاضل بين عدد من لاعب خط الوسط بعدهم من المنتخب الأولمبي لتعويض زملائهم المصابين من أجل الاعتماد عليهم في تصفيات المونديال وفي هذا الإطار كشف ذات المصدر أن هناك أسماء مرشحة للإندمام للقائمة النهائية مثل يحيى جبران وعمر اللوزا وبنيامين بوشواري إضافة إلى تجديد اتقام جددا في أميريت شارتسون الذي شارك في المباراة الأخيرة ضد منتخب الكوديفور وليبيريا في شهر أكتوبر الماضي وفقا للمصدر النفسي فإن الغياب المحتمل لأناحي وأملح والعزوزي سيترك فراغا كبيرا في وسط ملعب منتخب المغرب ما يستدعي تعويضهم بلاعبين قادرين على سد النواقص وبالتالي تقديم الإضافة المطلوبة لزملاء القائد رومان سايس والجدر بالذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم حدد موعد الثلاث عشر من نوامبير موعد لدخول لاعبين في معسكر تدريبي مغلق بمركب محمد السادس فارباط استعداد لانطلاق التصفيات المؤهلة إلى مونديال الفين وستة وعشرين